يعتمد وجود الإنسان على التنوع الحيوي الذي يشمل أشكال الحياة كافة الموجودة على كوكب الأرض فضلاً عن البيئات الطبيعية التي تنمو فيها هذه الأشكال وهو ما ينطبق على وطننا الأردن الذي يعتمد وجودنا وحياتنا فيه على صحة واستدامة التنوع الحيوي إنجزات المملكة في التنوع الحيوي خلال المئة عام طلب جلالة المخفور له الملك الحسين بن طلال من الحكومة إعداد برنامج وطني لحماية الطبيعة ولإنشاء المحميات الطبيعية في الأردن تأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وقد تفضل جلالة المخفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال بترأس الجمعية كرئيس الشرف الأعلى خولت الحكومة صلاحياتها للجمعية في تنظيم وإصدار رخص الصيد وقد تأسس أول فريق لمراقبة الصيد في الأردن تأسيس أول محمية في الأردن محمية الشومر للأحياء البرية إعلان واحات الأزرق كأول موقع رامسار عربي وإعلانها محطة أساسية للطيور المهاجرة قامت الجمعية بتأسيس محمية الأزرق المائية إصدار أول تقرير لشبكة المناطق المحمية في الأردن إنشاء مديرية حماية البيئة في وزارة البلدية والشؤون القروية إطلاق أول قطيع للمهى العربي في محمية الشومري وقد حضر الاحتفالية جلالة المخفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال وسمو الأمير فليب دوق إذنبرا حيث قام بافتتاح بوابة المحمية وتعد هذه المناسبة مدماكاً في تاريخ جهود حماية الطبيعة في الأردن قامت الجمعية بتأسيس محمية الموجب تأسيس محمية غابات عجلون تأسيس محمية ضانا انعقاد مؤتمر الأرض في ريو دي جينيرو حيث تم إطلاق الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي المصادقة على الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي تأسيس المؤسسة العامة لحماية البيئة وإصدار أول قانون لحماية البيئة في الأردن إنشاء محمية وادي رم الطبيعية قامت الجمعية بإطلاق قطيع من البدن الماعز الجبلي في محمية الموجب إعلان محمية ضانا كمحمية للمحيط الحيوي التوقيع على بروتوكول قرط جنة للسلامة الأحيائية إصدار التقرير الأول للحماية والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي في الأردن تأسيس وزارة البيئة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع وخطة العمل قامت الجمعية وبالشراكة مع وزارة البيئة بتأسيس محمية غابات دبين بجهود من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي تم تأسيس الحديقة النباتية الملكية إصدار قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 نجحت الجمعية بإنقاذ أسماك السرحان المهددة بالانقراض من خلال إجراء عمليات إكثار بأحواض خاصة في محمية الأزرق المائية إنشاء الإدارة الملكية لحماية البيئة قامت الجمعية بإطلاق الأيل الأسمر في محمية غابات عجلون أقر مجلس الوزراء الشبكة الوطنية للمناطق المحمية وضع جلالة الملك عبد الله الثاني حجر الأساس لأكاديمية متخصصة في التدريب على حماية الطبيعة والتنمية المستدامة بالقرب من محمية غابات عجلون والتي سميت لاحقاً الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة قامت الجمعية وبالشراكة مع وزارة البيئة بإنشاء محمية غابات اليرموك إعلان محمية الموجب كمحمية للمحيط الحيوي إنشاء محمية فيفا الطبيعية التوقيع على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع نقل المرجان البحري في ميناء الدرة واستزراعه بنجاح في متنزه العقابة البحري بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنشاء وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنوع الحيوي إصدار الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل من 2015 إلى 2020 إعلان محمية فيفا الطبيعية كأخفض موقع رامسار في العالم إصدار قانون حماية البيئة المعمول به رقم 6 لسنة 2017 إعلان انضمام البترة للشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية تأسيس محميتين طبيعيتين في منطقة الصحراء الشرقية وهما محمية برقع الطبيعية ومحمية الضاحك الطبيعية إعلان محميتي الأزرق وعجلون على القائمة الخضراء للمحميات التي تدار ضمن أفضل المعايير العالمية بناء على التوجيهات الملكية السامية إعلان محمية العقابة البحرية كأول محمية بحرية بالمملكة بالشراكة مع وزارة البيئة وسلطة منطقة العقابة الاقتصادية الخاصة إصدار نظام ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر